تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الماليزية أنور إبراهيم بحث خلاله الأوضاع الإقليمية وجهود مصر لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخلال الاتصال ثمن الرئيس السيسي حرص ماليزية على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة في معربة رئيس الوزراء الماليزية عن تقدير بلاده للدور المحوري لمصر في عملية إدخال المساعدات رغم العراقيل والصعوبات الكبيرة في هذا السياق مؤكدا دعم بلاده لجهود مصر المكثفة لوقف الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني وإرساء السلام في المنطقة وقد توافق الجانبان كذلك على التشديد على خطورة أي تحركات عسكرية إضافية لما سيكون لها من عواقب كارثية على المأساة الإنسانية في غزة وأهمية إطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الدفع بجدية نحو الوقف الفوري لإطلاق النار وتفعيل حل الدولتين أعلن مجلس الوزراء أنه من المقرر أن يشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى يعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة كان مجلس الوزراء قد وافق على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي في هذا الإطار أوضح رئيس الوزراء أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة هذا وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الألاف من فرص العمل وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجزلة جديدة بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة راح ضحيتها أربعون شهيدا وأكثر من مئة جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال شنت غارات على أربعة منازل في المحافظة الوسطى لافتة إلى أنه جرى نقل جثامين الشهداء والجرحة إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع كما قصف طيران الاحتلال خيام النازحين غرب ملعب الدرة في دير البلح وفي بلدة زويدا وسط القطاع مع أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحة استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل شرق رفح جنوبي قطاع غزة وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن تواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين الشهداء وعددان من الجرحة كما قصف طيران الاحتلال منزلا آخر واسترفح ما أدى إلى وقوع إصابات دعا الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي الكونجرس الأمريكي إلى أقرار حزمة المساعدات الإضافية لكييف مضيفا أن التقاعص عن القيام بذلك سيكلف الأوكرانيين أروحهم وأضاف زلنيسكي أن ثمن مساعدة كييف الآن أقل بكثير من التكلفة المحتملة لمواجهة الرئيس الروسي فلديمير بوتين لاحقا إذن تصر في أوكرانيا هذا وعرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي الموافقة على تمرير حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا قال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية ولي أدييمو لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أكثر من 500 هدف مرتبط بروسيا بالتزامن مع ذكرى الثانية للعملات العسكرية الروسية بأوكرانيا وأضاف المسؤول الأمريكي أن الإجراء الذي يتم اتخاذه بالشراكة مع دول أخرى سيستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي فضلا عن شركات في دول أخرى تساعد في تسهيل وصول روسيا للسلع التي تريدها يستضيف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا لدعم أوكرانيا الاثنين المقبل وجاء في بيان صادر عن مكتب ماكرون أنه تمت دعوة زعماء ووزراء أوروبيون لحضور المؤتمر للنظر في الصبل المتاحة لتعزيز تعاون الشركاء لدعم أوكرانيا من جانبي أكد الرئيس البولندية أندريا دودا أنه سيحضر المؤتمر لمناقشة مكترحة جديدة للحل وتقديم المساعدة لأوكرانيا